مرحبا متابعيني اهلا وسهلا مشاهديني رحب فيكم قناتي اللي نتكلم فيها عن النباتات الداخلية في بيتي اهتمام ورعاية بدون شمس اليوم انا مجهزة لكم الفلدندرين برينس اوف ارنج نشوفها انه هي اسعاق هالونا برتقالي برتقالي على احمر في احمر في برتقالي شدي هالسلفة وهي لو اضاءة عندها تصير بايد رح نشوف انه اطرافها فيها برتقالي فيها احمر برتقالي يعني شاي ومايل بين البرتقالي وبين الاحمر فشلون نهتم فيها داخل في البيت على حسب بيتي انا في البيت مثل ما كلنا عارفين متابعيني اللي يتابعوني يدرون ان انا بيتي ما في شمس وما عندي تهوية غير السنتراض الداخلي في البيت على طول برد شلون نهتم فيها طبعا على حسب اضاءة البيت مثل ما احنا عارفين اه مجهزة لها مكان انه هي تقعد تحوشها قليل من الاضاءة لكن على طول واسقيها على حسب نشفان التربة تاخذ معاي شهر شهر على ما تنشف التربة فاسقيها وبهذه الطريقة شوف انه فيها نمو النمو موجود قاعد تطلع الوراق اليديدة وكلهم حالهم حلو والاورنج قاعد يبين فيهم حتى لو نشوف هني هذا الساج في شوية اورنج حتى هذا حتى هذا في الورنج اللي شوية مايل على الاحمر وبالنسبة حق المغذي انا اذا شفت فيها نمو اعطيتها مغذي مع الماي طبعا ووقف حالها ما قامت اطلع نمو اعطيها ماي عادي طلعت نمو رديت مرة ثانية عطيتها مع مغذي فهذا ايه الفلدندرين برينس اوف اورنج هذه واحدة من الانثوريوم جميلة جدا كانت ايه ثنتين وبحوض واحد قسمتهم حتى وزعتهم على احواض فخر لانه شفت ان النمو والمساحة والجذور كانوا وايد كبار وايد نازلين ليه تحت الحوض فقلت خنا اكسمهم وجذورهم لانه كانوا وايد كبار ويعني فيهم سماكة ونازلين تحت وتحت تحت الحوض اخر الحوض ما فيه تراب مجرد جذورهم فنقيتهم حق فخار لانه شفتهم انهم يحبون التربة ناشفة فحطيتهم بهذا الفخار وخليتهم انهم ياخذون راحتهم ومن قبل فترة انا صورت هذا كان مسكر الحين نشوفه مفتوح وقاعد يطلق هذين الحبيبات وفيها نمو كاهو هذي الورقة اليديدة وهذي كانت قبلها واخايت هذي كانت قبلها كانت هذي اليديدة حين لما نزلها شفت ان هذي هي اليديدة فلما تنشى في التربة تماما احط ايدي اقيس لغاية هني نشفان بالتربة او احط الميتر يقول لي صفر اقوم اسجيها بس فوق ماي ورح ينزل انطر الين ينزل من تحت او تكون هي بعد الشكل تكون هي ما اخذ حاجتها من الماي مثل ما الحين انا قاعد اشوف اني فيها نمو فيها نمو فراح اعطيها ماي مع مغذي اسقيها ماي مع مغذي على حسب النمو اللي يطلع معاي ما فيها نمو اخليها تشرب ماي عادي هذي انا طريقتي صراحة اندي في البيت وقاعدين يكبرون وما شاء الله مرتاحين وفيه ماشياء حلول نشوفها شلونة وراجها كبيرة ما شاء الله وايدة ودا الورقة حتى هذي وايدة كبيرة جميلة جدا نشوفها في هذا الشكل نشوفها الورقة كبيرة حلوة جميلة جدا سهلة الاهتمام صراحة انا انصح فيها يعني في البداية كانت غالية الحين قاعد اشوفها موجودة بكل المحلات بسعر بسيط سعر مناسب ما نقول بسيط لكن في البداية صراحة يعني كانت غالية غالية وايدة الحين من تشرب كل المحلات تقريبا نشوف مشاهديني متابعيني نشوف هذي انا عندي اياها هي خارجية اساسا يبتها من فترة حطيتها هنا هذي واحدة من اللي موجودين على الدري يبتها حطيتها هنا قد خلنا اجربها تعيشتها بتقريبا فاشوف طلع معاها هذا الشيء كلهم اللي برا سنة ونص عندي ما صار فيهم هذا الشيء هذا الوحيد اللي من يبتها هنا طلع معاها هذا الشيء الجميل وهي شكل حلو اظن انها راح يكون وردة ما ادري يمكن وردة راح يصير بس صراحة يعني ما شاء الله عندي الفدل ليف هذي لكلهم يدد لو راك وانا قريت ان هذا الموضوع ما في شيء ما فيها مشكلة وهذي لليدد هذي من يومين توني طالعه ولحين قعد تكبر وتشد توني رشتهم نيم اويل عن الحشرات وغيره حدا يعني نسبق الاحداث بس نشوف النمو والتطور معلش عصلا قعد اشتغل فما شاء الله حتى عندي هذي كبرانة وايد وقعد تمد وتمشي بس انا بغيت اقول لكم هذي اكثر شيء فراحة احبهت هوايد وان شاء الله هي راح تكبر راح تمشي راح توصل قدري انها راح تصير هي اساسا كبيرة طويلة 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 فراحة تمد وهذا او ما يخالف ما عندي مانا تمده وكبره يسوي اللي تبينه اذا انت تقدرين تعيشين عندي في الويد عندي هذي الى ما شاء الله جميلين جدا وشيلي متعبعيني ومشاهديني متمنى لكم يوم سعيد باي باي